بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله إن شاء الله دي الحلقة الأخيرة عن رحلة الإسراء والمعرك بصوا يا أحباب إحنا عندنا هناك نسمع كثيرا من العلمانيين وغيرهم ممن ينكرون رحلة الإسراء والمعرك ومنهم من قال أنها رؤية منامية ومنهم من قال أنها كانت بالروح وليس بالجسد وكل هذا الكلام أباطيل وأضاليل وكذا رحلة الإسراء والمعرج يا أحباب جاءت خلي بالكم في سورتين من القرآن سورتين من القرآن في سورة الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده وده إخبار من الله عن إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله والمعرج الحق أشار إليه سبحانه وتعالى في سورة النجم حيث قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ده إشارة لمعرج حضرته ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسيني أو أدنى فأوحى أي الله سبحانه وتعالى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى يبينى رسالة إلى كل من ينكر هذه المعجزة الخالدة معجزة الإسراء والمعراج أن الله تعالى أثبت هذه المعجزة الإسراء في سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم بآيات محكمات لكن للأسف هناك من العلمانيين والعقلانيين وهناك من أعداء الدين من يحاول أن يشكك الناس في صحيح الدين خلي بالكم وخلي بالكم يا أحباب إنكار المعجزة أنا أعتقد أنه كفر بالله يعني كون واحد ينكر معجزة ده معناه بينكر قدرة الله يعني ده معناه بينكر قدرة إلهية فعالة قدرة إلهية معجزة يعجز القلاءة كلها على أن يأتوا مثله خلي بالكم يا أحباب يبقى الإسراء والمعراج مسبوتين في القرآن ومسبوتين بأحاديث في السنة النبوية المطهرة أختم بقى يا أحباب ربما أن بعض من السادة المشاهدين يعني يكونوا سمعوا من خلال تسجيل لهذه السلسلة من الحلقات يعني كلام جديد أو حاجة زي كده يعني وممكن حد يقول ده الكلام ده جاي منين وكده هذا الكلام من فضل الله تعالى فيضن من الله إحنا عندنا فيه فرق بين علوم الشريعة وبين العلوم التي يشرق بها الحق على قلب من يكتبي من عباده اللي هي ربنا أشار إليها بأنها علوم لدنية الله سبحانه وتعالى لما جه يعرف سيدنا موسى عليه السلام بسيدنا الخضر العبد الصالح ولي الله سيدنا الخضر عليه السلام قال له إيه سبحانه وتعرف سيدنا موسى قال عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا خصوا الحق برحمة إلهية وعلمناه من لدن علم هذا العلم له سند في الشريعة آه له سند في الشريعة إيه سندوا في الشريعة قول الله تعالى وابتقوا الله ويعلمكم الله يبقى فيه علم إفاضات إلهية الحق يفيد به على أهل الصلاح وأهل الإيمان وأهل التقوى غير علم الشريعة علم الشريعة الغاية منها الأوامل والنواهي والحدود والتعليم والنظم والأحكام والتشريعات استقامة حركة استقامة حركة الإنسان في الحياة في رحلة حياته اتعل ولا تفعل إنما العلوم الممنوحة من الله التي تأتي على أثر إفاضات الله على قلب أهل التقوى وأهل الصلاح ده له سند شرعي ده اسمه علوم لدنية أي إفاضات ربانية والمصطفى أشار إلى هذه العلوم حيث قال صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من أمتي يعني موجودين في الأمة لملهمين لملهمين وفي رواية لمحدثين وإن عمر بن الخطاب لمنهم من الملهمين في هذه الأمة والمحدثين في هذه الأمة سيدنا عمر بن الخطاب على امتداد عمر الأمة هناك أهل الاكتباء أي الذين يكتبيهم الله ويستفيهم الله ويفيد على قلوبهم ومعلومي أحباب عندما يخلص العبد في إقباله على الله يقابل بإقبال الله يقول عد وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن آتاني يمشي آتيته هرولا وفي الحديث القدس اللي أنا أختم به يقول سبحانه وتعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل اللي هي العبادات الزيادة عما افترض الحق عد وجل حتى أحبه أي حتى يرتقل عبدي من درجة المحب لله إلى درجة المحبوب من الله عد وجل شوفوا بقى معطيات الحق لما يمنح العبد محبته عد وجل فإن أحببته كنت مباشرة سمعه الذي يسمع به يبقى صاحب سمع رباني مش بأدوات يسمع بسمع الحق عد وجل وبصره الذي يبصر به يبقى مش بصر عادي يبصر بنور الله ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي عليها ولئن سألني لا أعطيانا ولئن استعاذ بي لا أعيذ ذنة يبقى فيه حاجة اسمها علوم لدنية عشان لما حد من الأحباب يسمع كلام جديد من خلال اللي أنا سجلته عن محجزة الإسراء والمعرج يبقى عارف سندنا إيه في هذا الكلام هذا من محض فضل الله تعالى علينا وقل رب يزدني علمه أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما نجهل وأن يجعلنا ما نرى في هذا الزمان ونسأل عد وجل أن يحفظ مصرينا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين من كل شر ومكر وسود ألقاكم إن شاء الله في برنامج دين حياة على بوابة بيته قريبا بمشيئة الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته